أحال مجلس الشورى مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية كما نقش المجلس خلال جلسته الاعطيادية عددا من الموضوعات من بينها مسارة التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي وإنشاء سوق البيع بالجملة بولاية صحار واسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول ترأس الجلسة سعارة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ترجمة نانسي قنقر